كشفت شبكة ABC News الأمريكية نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تخطط للتفاوض على صفقة أحدية الجانب مع حركة حماس لتأمين إطلاق صراح خمسة أمريكيين محتجزين في غزة وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تلك الخطوة ستكون في إطار خطة بديلة حال فشلت المحادثات لوقف إطلاق النار الحالية التي تشمل إسرائيل مشيرة إلى أن تلك الخطة قد تستخدمها الإدارة الأمريكية كورقة ضغط على نتنياهو للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار بصورته الحالية